موسيقى استمرار خروج الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمسلح حي الوعر وبعض عائلاتهم الى ريفي ادلب موسيقى موسيقى الجيش يستعيد السيطرة على بلدات بريف حما الشمالي ويكبد ارهابي النصر والعصابات التابعة لها خسائر كبيرة موسيقى الجعفري في ختام الجولة الخامسة من جينيف لم نتلقى يرد من المنصات الاخرى على اي من الاوراق لان هؤلاء لا يريدون محاربة الارهاب والحل السياسي موسيقى 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 من دمشق الاخترية السورية تحييكم نشرة الاخبار تأتيكم على الهواء مباشرة اهلا بكم يستمر منذ فجر اليوم خروج الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة من المسلحين مع بعض عائلاتهم من حي الوعر بحمص باتجاه ريفي ادلب واكد موفد الاخبارية لحي الوعر ان 22 حافلة خرجت من الحي تحمل على متنها اكثر من 300 مسلح واكثر من 400 من عائلاتهم من اصل عدد المسلحين الخارجين في هذه الدفعة وهو اكثر من 400 مسلح فيما يبلغ عددهم مع العائلات الخارجة نحو 1200 قال امين فرعي حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمار السباعي للاخبارية ندعو الجميع للبقاء في حي الوعر وتسوية اوضاعهم منعكسات هذا الاتفاق وهذا الامر ستكون على كامل مساحة الوطان اليوم يتم ترحيل الدفعة السالسة من المسلحين الاتفاق حوالي 1500 حتى الان تم ترحيل حوالي 800 والامور تسير بشكل سلسة والامور جيدة انا ادعو كل اهلنا في حي الوعر للبقاء بالحي وانجاز التسويات بنفس الوقت يتم ترتيب عمليات التسويه بعد افتتاح مركز تسويه في حي الوعر وحتى الان ايضا هناك اعداد كبير من المواطنين او المسلحين والمطلوبين يقومون بانجاز عملية التسويه والحصول على وسيقة تثبت بانهم قاموا بعملية التسويه ليبقوا امنين مطمئنين في هذا الحي كما قلت هذا اخر احياء حمص التي كانت معقلا للارهاب حاليا هذا الحي امن مطمئن خلال الاسابيع القادمة ان شاء الله سيكون حي سنعيد اعماره ومن عمره سواه منذ ساعات الليل من الساعة الثانية عشر ليلا الى الان وهم في خروج والتقينا بعدة اشخاص يريدون الخروج تكلمنا معهم اكثر من مرة منهم من استجاب ولكن لا يستطيع ان يبقى هم بلسانهم يقولون لو بقينا في حي الوعر اشرف لنا ونحن اسياد وضمن الدولة السورية وجهنم سوريا افضل من جنة غيرنا هكذا كم قالوا واليوم عندما التقيتم بالمسلحين الخارجين مع ذويهم نتنا عليهم هذا الكلام وقلنا لهم اما رأيتم اهلكم الذين سبقوكم هناك الى جرابلس لم تكن هناك لجان كما وعدوا لم يكن هناك من يحتفي بهم من يعينهم من يطببهم من يقدم لهم ومع ذلك اصروا الا ان يخرجوا بنتأسف انه الاذن صماء لانه نداءات مو للخروج من الوعر النيداءات للوعر تصبح مدينة خالية من السلاح واهل الوعر يلي هنه اهلنا يبقوا بالوعر وسلاحهم يكون هو سلاح الدولي سلاح حمايتنا لوعرنا البعض مو محاربتنا مع بعضنا البعض يعني كلمة ترحيل قسري وتاجير قسري هذا عم نحاول بشتة الطرق نقوله لا ما نو ترحيل قسري ولكن دولة من دولة من دولة هاي ما انا مقبولة كل ما هونالك انه هاي بيوتكم نرجع لحياتنا الطبيعية والعلاقاتنا الطبيعية يعني النداءات مستمرة سألتوا وين لجلة المصالحة وين هيئة التواصل موجودة سواء هوني انا بعرف هذا الموضوع ولكن زبانك في المريعين بالليل في اتصالات انه يا شباب ليه 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 تركين هالاهل وين رايحين على المجهول وين رايحين على القتل والدمار والحرب بلدنا حلوي حمصنا حلوي سوريا كلها حلوي وقد واكب مراسل الاخبارية في حمص عملية خروج المسلحين من حي الوعر ونتابع مع مراسلنا اسامة ديو باتجاه ادلب وجدوا دفعة ثالثة من مسلحي حي الوعر وعيلاتهم وذلك استكمالا لتنفيذ بنود المرحلة الثالثة من اتفاق حي الوعر في مشهد يشبه خروج الدفعة الاولى وثانية باتجاه جرابلوس وكانت اجل خروج هذه الدفعة يوم السبت الماضي لاسباب لوجستية من المتوقع ايضا ان يكون هناك دفعات قادمة خلال اسابيع الثلاثة القادمة بعد ثلاثة اسابيع او اربع اسابيع من الان سيكون حي الوعر خالي من السلاح والمسلحين اؤكد ايضا ان حوالي اربعين الف نسمة من اهالي حي الوعر المدنيين المقيمين في حي الوعر سيبقون في حي الوعر وستعود الحياة الطبيعية الى هذا الحي بشكل مطلق تم تحضير الموقع بتحديد المسارات وتجهيز مواقع اماكن وقوف الباصات التي تحمل حقائب المسلحين بالاضافة لتحديد توزيع كافة الفعاليات المشاركة في موضوع الاخلاء من سيارات العادات الصحة العادات التلقيح سيارات مكان توقف العلاميين بالاضافة لاماكن تواجد الشرطة لتفتيش الحقائب في بداية الممر مع خروج دفعة الثالثة من مسلحي حي الوعر يكون قطار المصالحة في حمص اقترب من محطة الاخيرة لإعلان المدينة خالية من السلاح والمسلحين الاخبارية السورية وصامة ديوب حي الوعر ميدانيا انجازات جديدة لوحدات الجيش العربي السوري في ريف حماس شمالي تمثلت باعادة الامن والاستقرار لعشر قراء والقضاء على خمس مائة ارهابيا من جبهة النصر اعاد الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة الامن والاستقرار الى عشر قرى وبلدات واحكم سيطرته على عدد من المناطق الحاكمة بريف حماه الشمالي وذكر مصدر عسكري ان وحدات من الجيش واصلت عملياتها في الريف الشمالي لحماه واعادت الامن والاستقرار الى بلدات وقرى ابو عبيدة وشليوت وحجامة وزور المسالق وتصليب ام حسان وحدات الجيش قضت خلال عملياتها على اكثر من خمسمائة ارهابي من جبهة النصر والمجموعات الارهابية التابعة لها ودمرت ثلاث دبابات واربعين سيارة بعضها مزود برشاشات ومستودع ذخيرة ومن بين الارهابيين القتلى امين البيور وهو امير معسكرات التدريب في هيئة تحرير الشام وابو فهد لعنزي قيادي في هيئة تحرير الشام ومحمد احمد جولاق شرعي في هيئة تحرير الشام وابو رياق التركستاني قيادي في الحزب التركستاني وعبد الرحمن عبدالله دعيد سعودي في هيئة تحرير الشام وسبق هذا الانجاز انجاز اخر وهو اعادة الامن والاستقرار الى بلدات خطاب والشير والمجدل وسوبين وزور جديد وفرضت وحدات الجيش سيطرتها على تلة بيجو ورحبة خطاب بريفي حماه الشمالي بعد تكبيل ارهابي جبهة النصرة خسائر كبيرة بالافراد وبعد ان احكمت وحدات الجيش سيطرتها الكاملة على قرى وبلدات ارزا وخطاب وسوبين والشير والمجدل وتلة بيجو بريفي حماه الشمالي تجول محافظ حماه الدكتور محمد الحزوري في المنطقة واطلع على واقع البنى التحتية ووجه مديري المؤسسات الخدمية لاتخاذ الاجراءات الفورية لتأمين احتياجات الاهالي العائدين الى منازلهم واصلاح الاضرار الناجمة عن الاعتداءات الارهابية وحدات الجيش العربي السوري تحكم سيطرتها على بلدة المجدل وكذلك بلدة اشير وسوبين وايضا خطاب وارزا وايضا يصبح كما تلاحظون خلفي بكاميرا الزميل علي اذا الطريق الواصل ما بين حماه محردي اصبح آمنا بفضل بطولات الجيش العربي السوري وقامت وحدات الجيش العربي السوري بتمشيط الطريق ونزل الالغام منه كما تلاحظون ايضا حجم الدمار التي خلفته هذه الجماعة الارهابية المسلحة هائل حيث ان البنية التحتية باتت شبه مدمرة خصوصا شبكات الكهرباء والهاتف وكذلك المياه اشتركوا في القناة فولا تطهير الاراضي من دنس الارهاب والتكفيرين الذين دخلوا الى بعض المناطق في محافظة حما توجهنا نحن محافظة حما والفريق الخدمي في محافظة حما وجميع المؤسسات الخدمية الى بلدة خطاب ومن ثم الى بردة ارزة ونطمئن اهالنا الطريق عادة امنا بفضل تطحيات بواسل الجيش العربي السوري والقوات الرضيفة ورفاقنا في لواء البعث ستعود مباشرة الخدمات الى كافة المناطق التي تم تطهيرها مريس الارهاب اشتركوا في القناة تتمت الجولة الخامسة من محادثات جينيف وقال الدكتور بشار الجافري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية عقب جلسة محادثات مع مبوث الامم المتحدة الخاصة لسوريا ستيفان ديمستورا لم نتلقى اي رد من المنصات الاخرى على الاوراق التي قدمناها مبينا ان هذا لم يعد مستغربا لان هؤلاء لا يريدون ان مكافحة الارهاب ولا الحل السياسي الجولة الخامسة من محادثات جينيف انهت اعمالها دون تحقيق تقدم ملموس بشأن السلال الاربع التي تم التوافق على مناقشتها الدكتور بشار الجافري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية الى محادثات جينيف عقد مؤتمرا صحفيا قال خلاله ان هذه الجولة بدأت على وقع هجمات بربرية على دمشق وريف حما والذقية وقد تمكن جيشنا الباسل والقوات الرديفة من صد هذه الهجمات هذه الجولة من جينيف خمسة قد بدأت على وقع هجمات بربرية وحشية على دمشق فشلت كما فشلت كل سابقاتها وهجمات اخرى على ريف حما وريف اللذقية وقد تمكن جيشنا الباسل والقوات الرديفة والصديقة من صد هذه المحاولات الارهابية التي لم تؤثر على نهجنا في مكافحة الارهاب اينما حل وذلك حماية لشعبنا ووطننا من هذا الارهاب الدكتور بشار الجافري اضاف اننا خلال هذه الجولة من جينيف خمسة قدمنا اوراقا عديدة للمبعوث الخاصة كانت اولها تتعلق بمكافحة الارهاب واننا قدمنا تساؤلات حول قضايا كان قد طرحها علينا المبعوث الخاصة قبل واثناء هذه الجولة خلال هذه الجولة من جينيف خمسة قدمنا على مدى ثمانية ايام اوراقا عديدة للمبعوث الخاص كان اولها ورقة تتعلق بمكافحة الارهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سوريا هذه الأوراق تتعلق بإيجاد أرضية منطقية وطبيعية للبدء بقضايا الدستور وبالطبع خلال هذه الأيام الثمانية ناقشنا بالعناوين السلل الأربعة وهي الحكم والدستور والانتخابات والإرهاب كما أننا قدمنا مجموعة التساؤلات الحقيقة حول قضايا كان قد طرحها علينا المبعوث الخاص قبل وأثناء هذه الجولة الدكتور بشار الجعفري قال إننا أكملنا هذه الجولة من جنيف بكل الجدية والصبر والإحساس بالمسؤولية لأن دماء شعبنا تحملنا مسؤولية عظمى مشيرا إلى أن الانتقال إلى أي حديث فرعي يقتضي أن نتفق أولا على العنوان الرئيسي رغم كل ما سبق أكملنا هذه الجولة من جنيف خمسة بكل الجدية والصبر ومسؤولية إحساس بالمسؤولية لأن دماء شعبنا تحملنا مسؤولية عظمى بالدفاع عن البلاد ووقف سفك الدماء رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات جنيف أضاف أننا أجرينا مع المبعوث الخاص نقاشا بشأن السلات الأربع وأن الوفد كان يتوق لإحراز تقدم في هذه الجولة لكن ذلك لم يتحقق وعقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دمستورا مؤتمرا صحفيا أشار فيه لأنه لا ينبغي توقع انهيار أو نجاح كبير في هذه الجولة وأنه في كل المحادثات هناك قضايا تحتاج إلى تحضير وقد حصل تقدم في هذا المجال مضيفا أن النجاح وقف الأعمال القتالية من خلال مسار أستنى يساهم بتقوية محادثات جنيف دمستورا ذكر بوجود أجندة واضحة هي السلات الأربع موضحا أنه خلال الجولة الحالية لم يتم الحديث عن الشكل والإجراءات وإنما عن الجوهر وبوث الأمم المتحدة الخاص أكد أن المطلوبة هو العمل لتحقيق تقدم في الحل السياسي وأنا ما أسماها أن لا ورقة يمكن العمل على تطويرها حيث تم العمل على عدة محاور بالتوازي دون شروط مسبقة وبشأن الجولة المقبلة من جنيف قال دمستورا أنه سيتشاور مع كل من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة قبل تحديد الموعد لا تتوانى روسيا عن تقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري حيث أطلقت برنامجا خاصا لإزالة الألغام والمتفجرات وتدريب العسكريين السوريين على إزالتها تنفذ القوات الروسية دورا هاما على صعيد تفكيك الألغام والأبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في مناطق عدة من سوريا الفريق يوري ساتيفيتسكي ذكر أن الروبوتات الروسية للكشف عن الألغام والأبوات الناسفة وإبطالها تبدأ أداء متميزا في تنفيذ المهام الموكلة إليها في حلب وتدمر وأضاف أن الخبرة التي اكتسبناها في تدمر جعلتنا في حلب ندرك ضرورة استخدام الروبوتات والأجهزة في الكشف عن الألغام والأبوات الناسفة دون إقحام عسكريين في ذلك وتعريضهم للخطر مجمع الصناعات الحربية الروسية انخرط في النشاط المطلوب منه في هذا الاتجاه واستطاع تأمين المتطلبات من الأجهزة الروبوتية والمعدات اللازمة التي أظهرت تميزها في نزع الألغام من المناطق المغلقة التي يصعب الوصول إليها سيرجي ماتفجين خبير المركز الروسي لتفكيك الألغام أشهد في تعليق على نشاط الروبوتات في سوريا بثلاثة نماذج رئيسية منها هي سفيري سكاربي اوران ستة للاستشعار بالمتفجرات وإبطالها أعزائي المشاهدين بالعودة إلى خروج الدفعة الثالثة في المرحلة الثالثة لخروج المسلحين من حي الوعر ينضم إلينا الآن مراسل الإخبارية السورية من هناك عبد الزمام نعم رائف حياك الله تفضل عبدو ضعنا في آخر التطورات لديك نعم رائف الوقوف على العدد النهائي تقريبا تبقى حافلتان يمكن أن أخذهم بعد قليل آخر حافلتان هذه البساطة الخضراء التي خرجت من داخل حي الوعر إلى نقطة التفتيش والآن يتم تفتيش المسلحين مع ذويهم للوصول إلى هذه النقطة ومن ثم يكون لدينا عدد نهائي ودقيق للمسلحين مع ذويهم الذين سوف يخرجون اليوم في إطار هذه الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لتسوية الوعر اليوم الوجهة باتجاه ريف إدلب لأن أغلبية منهم خارجون من داخل حي الوعر هم يتبعون لتنظيم أحرار الشام هذا كان قرارهم هي ثلاثة مناطق يتم الخروج إليها مدينة جرابلس في شمال سوريا وقلعة المضيق وأيضا مدينة إلى ريف إدلب طبعا معي سيادة المحافظ طلال برازي سيادة المحافظ لو سمحت الله يعطيك العافية أنا أعطيك العافية اليوم ماراتوني اليوم الساعة 12 بالليل هل لا يعني تقريبا إحنا خلصنا باقي باصين وبتم تضعنا بصورة ما جرى اليوم كجردة سريعة بالعداد وعدد الحافلات وعدد مسلحين مع ذويهم نعم بدأت عملية الإخلاء الساعة 12 ليلا حتى الآن 1800 تقريبا كإجمالي عدد خرج من الداخل من مسلحين وعائلاتهم عدد المسلحين تجاوز ال600 هذه الدفعة شبيهة بالدفعة الأخيرة التي خرجت في الأسبوع الماضي إلى جرابلوس اليوم ستتوجه هذه القافلة إلى ريف إدلب بحسب بنود الاتفاق الفرصة متاحة للانتقال إما إلى ريف حلب الشمالي الشرقي جرابلوس أو إلى إدلب أو إلى الريف الشمالي في حمص الدفعة الثالثة ليست هي الدفعة الأخيرة هناك ربما عدد دفعات أخرى لدينا فترة زمنية 6 أسابيع أو 8 أسابيع مضى منها حتى الآن حوالي 3 أسابيع أعتقد أن بالأسابيع القليل القادمة سواء 3 أسابيع أو 4 أسابيع سيكون هناك دفعة نهائية تخلي حي الوعر من السلاح والمسلحين وتدخل مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة الأمنية وقوى الأمن الداخلي إلى الحي ويعود الأمن والاستقرار كباقي أحياء مدينة حمص من المتوقع أن يكون هناك دفعة أخرى في الأسبوع القادم أعداد من المسلحين ومن المطلوبين أمنيا والذين بحقهم بعض الإجراءات القضائية الجزائية قاموا بتسويت أوضاعهم وسجلوا أسمائهم وتجاوز العدد في الأسبوعين الماضيين حوالي 700 نسعى من خلال اللقاءات التي تتم مع الأهالي في حي الوعر أن يبقى الأغلبية من أمناء الحي في الحي وأن يستفيد الشباب من مرسوم العفو الرئاسي هي فرصة وأن يبقوا أيضا في هذا الحي أو في مدينة حمص ويعودون لحياتهم الطبيعية معبر دوار المهندسين بالقرب من هذا الموقع يدخل إليه ويخرج منه يوميا أكثر من 300 شخص هم من المقيمون إما داخل حي الوعر ومن أبناء حي الوعر أو من خارج حي الوعر ويرغبون بالعودة إلى الحي هذا الأمر متاح عودة الحياة الطبيعية إلى الحي تعود تدريجيا كما ذكرنا تم افتتاح أربع مدارس في الأسبوع الماضي التحقت أعداد كبيرة من التلاميذ من المتوقع أن يبقى في حي الوعر حوالي أربعين ألف نسمة من أهالي الحي وأن تبدأ رحلة العودة إلى الحي بشكل أكبر وأوسع اعتبارا من الشهر القادم أو بداية الشهر القادم مع خروج آخر دفعة من المسلحين في هذا الحي طبعا جهود كبيرة قامت بها محافظة حمص خلال إخراج المسلحين مع ذويهم باتجاه المناطق التي تم تحديدها في الاتفاق الذي هو كان في الثالث عشر من شهر آذار لعام 2016 أيضا هناك جهود كبيرة بعد خروج المسلحين من إعادة إعمار وإعمار البناء التحتية التي تم تدميره نعم لا شك أن عملية إعادة الخدمات الأساسية إلى الحي تحتاج إلى الكثير من الجهود سواء شبكات الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي أو الاتصالات هناك دعم من الحكومة وبشكل خاص من وزارة الإدارة المحلية وهيئة لغاث العليا لتقديم كل الدعم اللازم من أجل عودة الحياة الطبيعية إلى هذا الحي ولا شك أن ورشات المحافظة بدأت بالعمل في محيط هذا الحي وترميم بعض الشبكات لكن لن تستكمل عملية تأمين الخدمات الأساسية بشكل كامل إلا بعد خروج آخر دفعة من المسلحين من أجل عودة الورشات والموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة إلى داخل الحي والبدء بعملية الصيانة والترميم وأيضا عملية إعادة البناء بشكل تدريجي هناك الكثير من مؤسسات الدولة والمباني الخاصة بمؤسسات الحكومية لا يزيد عن 20% وهناك لجنة من المدنيين في حي الوعر كانت قد تبنت بالفترة الماضية أن يكون لها دور أساسي في حماية الممتلكات العامة نتمنى أن تنجح في هذا الدور ما زالت الأجواء حتى الآن إيجابية وتبشر بنجاح هذا الاتفاق بكافة بنوده وعودة الأمان والاستقرار سريعا إلى هذه المدينة سيادة المحافظ كما علمنا من حضرتك في ساعات الصباح الأولى بأن العملية مستمرة للتواصل مع المسلحين في الحولة والغنطة والدارة الكبيرة أيضا وقادم الأيام هناك بشائر إن شاء الله نعم مسيرة المصالحات في محافظة حمص بدأت منذ بداية عام 2014 في شباط 2014 في أيار 2014 وهي ما زالت مستمرة حتى أن اتفاقية الوعر تعثرت واستمرت وتوقفت عدة مرات لكن هي بدأت منذ أكثر من عام ونصف وحققت خطوات إيجابية وتعثرت الثترات أخيرة لكنها اليوم على سكة الحل لا شك أن هناك تواصل مع وجهاء من الرسان وتلبيسة والحولة وهناك رغبة حقيقية لدى البعض بأن يكون هناك مصالحات تعيد الأمن والاستقرار في هذه المناطق لكن أحيانا وجود بعض الجماعات المسلحة المتشددة كجبهة النصرة يعيق هذه الحلول ويؤخر في تنفيذة أعتقد بأن الجهد مستمر وهناك أيضا دعم من القيادة وتوجيهات ضمن برنامج الحكومة لمتحقيق المصالحات وفق رؤية وضعها السيد الرئيس تعتمد بداية على التخليع عن السلاح والاستفادة من مراسيم العفو والعودة إلى الحياة الطبيعية من خلال الدور الوطني الذي يجب أن يكون لدى الجميع بأن الحرب اليوم على سوريا هي حرب تستهدف كل السوريين وتستهدف كل الجغرافيا السورية ولابد من أن تكون الحرب حرب وطنية في مواجهة هذا الإرهاب أشكرك جزيلا شكر سيادة محافظ مدينة حمص الأستاذ طلال برازي شكرا جزيلا شكرا شكرا إذن مشاهدينا وزميلة رائف كنا مع سيادة محافظ مدينة حمص الأستاذ طلال برازي بجردة سريعة لواقع المصالحات والتسوية التي تجري في مدينة الواعى لخروج المسلحين نحن أمام آخر دفعة للمسلحين الآن وصلت إلى هذا المدخل وهو المدخل الغربي لمدينة الواعر والعدد قبل أن يصعدوا إلى هذه الحافلة هو ما يقارب 1900 مسلح مع عدويهم تقريبا عدد المسلحين الذين يحملون السلاح وصل إلى 400 مسلح طبعا سوف نوافقكم بالعدد الدقيق للمسلحين لاحقا طبعا تتابعون الآن صعود المسلحين مع عدويهم إلى هذه الحافلات التي هي مخصصة لنقل هؤلاء باتجاه نقطة محددة ومن ثم نقلهم إلى المنطقة التي تم الاتفاق عليها وهي ريف إدلب طبعا هذه الحافلات سوف يكون لها ترفيق من الجهات الأمنية والمعنية في المحافظة بالإضافة إلى تواجد للشرطة العسكرية الروسية المسؤولة عن هذه المصالحات وهي من مصالحات حميمين العدد كما قلنا سوف نوافقكم به بعد قليل سأترك الصورة تتحدث طبعا زميلي رائف وقبل أن أختم كنا معكم منذ ساعات الصباح الأولى منذ الساعة الواحدة صباحا في هذا النقل الحي والمباشر من مدينة حمص وبالتحديد من مدخل حي الوعر الغربي لخروج السلاح مع المسلحين مع ذويهم باتجاه المنطقة التي تم تحديدها وهي ريف إدلب قبل أن أختم شكر جزيلا لزبلائي البصورين وزمنائنا في المركز الإخباري في طرطوس وأيضا في مدينة حمص سأترك لكم الصورة تتكلم ولكم تحياتي أنا عبد الزمام كنت معكم في هذه التقطيع المباشرة من مدينة حمص نعم مفد الأخبارية السورية إلى مدخل حي الوعر في محافظة حمص عبد الزمام بطبيعة الحال شكرا جزيلا لك وشكرا لضيفك محافظ حمص طلال البرازي إذن عزائي المشاهدين ننقل لكم الآن مشاهد حية من مدخل حي الوعر لخروج الدفعة الثالثة من المسلحين وعائلاتهم من الحي إذن هذه مشاهد حية ومباشرة من مدخل حي الوعر لخروج المسلحين وعائلاتهم من الحي وقد وفان مراسل أو مفد الإخبارية السورية إلى هناك عبد الزمام برسالة مجملة حول تطورات الأوضاع منذ الصباح الباكر لخروج هؤلاء وهي الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لخروج مسلحي حي الوعر وهي بطبيعة الحال المرحلة المقبل النهائية تقريبا التي تشهدها أو يشهدها حي الوعر في محافظة حمص أعزائي المشاهدين إذن كنا في بث حي ومباشر لنقل مشاهد حية من مدخل حي الوعر والآن تذكير بعناوين هذه النشرة استمرار خروج الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمسلحي حي الوعر وبعض عائلاتهم إلى ريف إدلب الجيش يستعيد السيطرة على بلدات بريف حمى الشمالي ويكبد إرهابيين مصر والعصابات التابعة لها خسائر كبيرة الجعفري في ختام الجولات الخامسة من جينيف لم نتلقى يرد من المنصات الأخرى على أي من الأوراق لأن هؤلاء لا يريدون محاربة الإرهاب ولا الحل السياسي مني ومن جميع العاملين في هذه النشرة كل التحية دمتم بخير برعاية الله اشتركوا في القناة